تولي حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تولي المواطن البحريني اهتماما كبيرا وعناية خاصة باعتباره الثروة الحقيقية للبلاد ومحور سياساتها ومستقبلها وتصب جميع الإجراءات والقرارات التي تتخذها الحكومة بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة في صالح أبناء البحرين لتوفير كل ما من شأنه تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن وما زال المواطن البحريني هو محور اهتمام العمل الحكومي برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم باعتبار أن أبناء البحرين هم التروة الحقيقية للمملكة ومحور سياستها ومستقبلها وحجر الأساس في تقدم الوطن واستقراره في شتى مجالات الحياة فتعمل حكومة مملكة البحرين بالتنسيق والتعاون المستمر مع مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة بروح الفريق الواحد بتنفيذ مختلف المشاريع على الأصعدة كافة وخلق العديد من البرامج والمبادرات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق مساعد تنمية المستدامة لصالح المواطنين وتوفر الحماية والرعاية الاجتماعية لهم لا سيما في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم والتي يأتي آخرها أوامر سمولي العهد رئيس مجلس الوزراء بصرف مبلغ شهر إضافي لعلاوة الغلاء ووضع خطط وإجراءات عاجلة تسهم في استقرار أسعار السلع وتوفرها محليا والتي ستخفف من الأعباء المالية على أصحاب الدخل المحدود في مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار بجانب دعم الأسرة البحرينية ومراعاة احتياجاتها مصلحة المواطن ستبقى على الدوام الغاية الأساسية للعمل الحكومي في كل الأعمال والاجتماعات والمشاريع والبرامج والمبادرات لرفع المستوى المعيشي وتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن ترجمة نانسي قنقر